تقيقة الموضوع يعني مشروع داري اللي في حكومة السابقة حكومة الكاظمي نقدر نقول تغير إلى مدن سكنية وما دارة دار السكنية أضخم مشروع وضعته الحكومة العراقية في عهد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي لإيجاد حلول لأزمة السكن في العراق وجاءت بالتزامن مع حاجة البلاد إلى أكثر من أربعة ملايين وحدة سكنية لكن بعد رحيل الكاظمي ماذا حل بهذا المشروع؟ المشروع الذي أقر في مجلس الوزراء تعرض لهجمة إعلامية من جهات سياسية حاول التسويفه سيما وأن الشروع بتنفيذه مشانه إنشاء مدن ساكرية جديدة توفر مئات الآلاف من وحدات السكن وقد ادعى مسؤولون في حكومة السودان أن المشروع ألغي وبقي حبرا على ورقة يتبين لاحقا أن المشروع نفذ فعلا ولكن الحكومة الحالية حاولت أن تعزو نجاحه لصالحها وأعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد الشاع السوداني يوم الخميس الثالث عشر من شهر نيسان الجاري تشيد مدن جديدة واستكمال إنشاء مؤسسات بلاديات للمدن المستحدثة مبينا أنه تم استحداث مؤسسات البلديات للمدن الجديدة ومنها إنشاء بلدية عالي الورد في بغداد وبلدية السلام في النجف وبلدية المتنبي في واسط فضلا عن بلدية الديوانية الجديدة في الديوانية لكن مصدر مقرب من الكاظمي أكد أن جميع المدن التي أعلن عدها مؤخرا هي موجودة ضمن مبادرة داري التي طرحها الكاظمي لكنها طرحت بأسماء جديدة من بينها مشروع مدينة الصدر الجديدة وفقا لقرار لجنة الامر الديواني رقم سبعة وخمسين لعام الفين وعشرين وهو التاريخ نفسه الذي كان الكاظمي يدير فيه الدولة العراقية بصلاحيات كاملة وقد نشر المكتب الأعلامي للسوداني بيانات رسمية تؤكد ذلك واني نيوز حصلت أيضا على عدد من الوثائق الصادرة من الأمانات العامة لمجلس الوزراء تتضمن مخاطبات رسمية مع عدد من النواب وتنص إحدى الوثائق التي تحمل توقيع رئيس هيئة المستشارين وكالة عبد الكريم حسين في الثالث عشر من شهر تشرين الثاني عام الفين واثنين وعشرين إلى أنجاز ثماني مدننا بشكل نهائي ضمن مبادرة داري وخارج التصميم الأساسي للمحافظات البصرة الأنبار الأنبار واسط النجف ميسان صلاحدين ومدينتين في بغداد وإصدار وصل الكتروني مع بارك وود لكل من شمل بالتوزيع بمثابة سند الكتروني لحين إصدار سندات الطابو إذن مبادرة داري حقيقية وما يؤكد ذلك هو كتب رسمية تؤكد تصريحات المصادر التي تحدثت لواني نيوز تشير كذلك أن عدد المتقدمين الكلي على المبادرة بلاغ أكثر من ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف في خمسة عشر محافظة